موسيقى طبعا أحمد صاحب هذا الفندق الصغير المكون من غرفتين اقتطاح من منزل عائلته للعناية بالقطط بمساعدة وإشراف طبي من صديقة أزهر الرباعي الطبيب البيطري مهمة الفندق هو العناية بالقطط في حالة سفر صاحبهن أو قضاء نقاه للقطط اللي يمرن بوعكات صحية من أجل تقديم مختلف أنواع الراحة والاستجمام وبالعافية على البزازين هذه ليست مجرد مهنة إنما هواية من الصغر يعني عندي أنا جت أحب الحيوانات وكنت مربي عدد كبير يعني من الحيوانات على المرة السنين اللي طافت طبعا هذه محبتي زادت لما دخلت كلية الطبي البيطري لما صارت عندي يعني تماس مباشر وتعامل مباشر مع الحيوانات بالنسبة لهذا الفندق يعني فتحته للعناية بالحيوانات أكثر وتقديم النصائح للمربين والاهتمام بهذا المجال أكثر لتطوير هذا المجال أيضاً وتشجيع الناس على تربية الحيوانات الأليفة بواسطة يعني بواسطة هذا الفندق اللي يقدم أكثر عناية إليه وقدم النصائح للمربي أسعار الإقامة في هذا الفندق يتم الاتفاق مع صاحب القطة حسب الخدمات اللي يريدها يعني كل شي بحسابه وهو مجال تتوفر وتتجسد به عدة أشياء منها العمل ومنها الجانب الإنساني العالي عند هؤلاء الشباب عملنا هو دائماً يكون عمل يعني عمل إنساني قبل لا هو يكون عمل تجاري أو مربح لأنه تعرف اليوم التعامل مع الحيوان هو تعامل إنساني قبل أن يكون تعامل مادي ولكن هذا الشيء أحلم يستمرين به ماضين به من أجل حتى مو فقط كعلاج للناس حتى يعني حتى جاي نقل للناس أنه إذا حيوانك تمرض إذا حيوانك عانى من مسألة مرضية حاول تراجع بي طبيب أكو أطباء بيطارين أكو عيادة بيطارية موجودة واليوم هو جزء من عملنا أيضاً حتى نزرع الإنسانية الحب المحبة يعني أكو رسائل كثيرة تنبع ثورة هاي المهنة اليوم مثل ما جاي نشوفه اليوم جيت إلى فندقة انقطط حتى أتابع الحالات المرضية مع أحمد طبعاً والحمد لله جاي نشوف أكو تحسن كثير بالحالات ومستمرين بالزيارة دائماً يعني حتى لو أنا مثلاً ما قدرت أجي ما قدرت مثلاً أتواصل دائماً بهذا المكان عن طريق الموبايل عن طريق الاتصال يتصل بي يسأني بعض الأشياء واني أجابه وأكيد أحمد يعني هو ضمن مجاله هم يعرف بهذا الشيء والحمد لله مستمرين بالعمل كل شيء الأمور تماماً سنشوفكم حالياً الغرفة مع القطط هذه قطط حالياً ثلاث قطط أدي شيرازيات طبعاً ثلاثة تمد أخوان توأم حالياً أدي فندقة صار لهم تقريباً أسبوع هذا المكان شوفه الواسع متوفر لهم جميع وسائل الراحة مكان واسع متجهز بالتبريد والتدفئة مكان عندك للعب مكان عندك للعب والنوم والشي اسمه ووسائل الراحة الهن حالياً هذه القطط التي أدي صار لهم فندقة أسبوع كامل نستلم هنا من المربي عن طريق العيادة عيادات مع تعاون العيادات البصرة البيطارية ومتواجد الهن جميع وسائل الراحة من الدرايف فود الأكل الخاص الهن النوعية درجة أولى في آي بي خدمات في آي بي بي موجودة لشسم القطط هاي ملابس تزييني للحيوان هذا الطلب المربي إذارات وأيضاً دفو إليه في حالات الشتاء والبرد القارص إليه طبعاً مفيدة إليه في حالات البرد وأيضاً ملابس تزيينية تعتبر يعني للجمالية أكثر للحيوان ترجمة نانسي قنقر طبعاً هذه الغرفة الثانية خاصة بالحالات المرضية هذه الغرفة معزولة عن البيت تماماً والحالات هاي الأخفاص وكل قفاص معزولة عن الثاني عزل تماماً لأن الحالات المرضية اللي هنانة تأتي أما معدية يا أما حالات حرجة نعزلهن عن القطاط البقية بالغرفة الثانية وهذا ساعدنا هنا هذا كنتور كامل بجميع المنتطلبات للحيوان هاي هاي جميع الأكلات للحيوان من الأكل الرطب والأكل الجاف هذا درايف فود هنا الأكل الرطب أيضاً ملابس أيضاً للحيوانات في حالة طلب المربي الأكسسوارات إضافة إلى الملابس للحالات التجميلية للحيوانات إضافة إلى أنه مستلزمات طبية وإسعافات أوية تجرى للحيوانات في حالات الطوارئ الإسعافات الأولية تكون جاهزة أيضاً عندنا هنا في حالات الاستحمام الحالات الاستحمام تكون أكو شامبو معطرات فوم يكون للحيوان إضافة إلى مركات عالمية تكون عندنا للأكل درول والحليب أيضاً تنظيف إذن الحليب هذا خاص للقطة الصغار التي تكون مثل هذه الحالة الحرجة للطاعون التي لا تتغذى على جميع المنتطلبات للحيوان هذه جميع الأكلات للحيوان من الأكل الرطب والأكل الجاف هذا درايف فود هنا الأكل الرطب أيضاً ملابس أيضاً للحيوانات في حالة طلب المربي الأكسسوارات إضافة إلى ملابس للحالات التجميلية للحيوانات إضافة إلى أنه مستلزمات طبية وإسعافات أوية تجرى للحيوانات في حالات الطوارئ الإسعافات الأولية تكون جاهزة أيضاً عندنا هنا في حالات الاستحمام الحالات الاستحمام تكون شامبو معطرات فوم يكون للحيوان إضافة إلى مركات عالمية تكون عندنا للأكل والحليب أيضاً تنظيف إذن الحليب هذا خاص للقطة الصغار التي تكون مثل هذه الحالة الحرجة للطاعون التي لا تتغذى على درايف فود ترجمة نانسي قنقر